السلام جسبيخ كامل تكونوا بخير صحتكم بخير إن شاء الله يلقاكم هاد الفيديو بصحة جيدة إن شاء الله اليوم جينا ندروها تسابلي تعني التلا بالكارامل بغسالي هي الوصفة حنان سليماني فيها برك شوية تغييرات حنان سليماني غنية عن التعريف تقضوا تلقوا الوصفة تانية عندها ونقلي لكم الرابط ديالها أنا برك بدلت شوية برك فيها ودرتاني القاناج تحالي بلا لك خين فخاش بزيف بنين وبزيف هايل ننصحكم اتجربوا هاد القاناج لي بزيف هاي اللي يعطيك صحة حنان فغيم مو قطو بزيف هاي مو وش خديت خديت ميتين وخمسين غنية بتاع زبدة أنا ضحينا اني مستعملة بحفوش استعملت هي در زوج مغارف تاعها السكر ناعم هي نورمان مو في الوصفة ميتين وخمسين ديرو غرب عملاعيق تاع السكر أنا درت زوج ملاعق ودرت مغارف تاع عقامل بخصالي ولا النيس لي ولا ما عندكم شقع عاوضوهم زوج مغارف سكر ما عندها ميتين وخمسين غرام زبدة بربع مغارف سكر ناعم بسرح وشنو انا نحيت هذا الزوج مغارف ودرتهم كرامل بخصالي هنا درت ربع ملاعق تاعلوز محمص ومرحيب القشور تحبوا تستغنو عليهم عنده دوقة هايل بزاف ربع ملاعق برق ماشي بزاف من باقي الخمسين غرام هاكا كرحيتهم ثم تخلطو كلش مع بعض قلت لكم لي ما يحبش هاديك توفيا كرامل ولا كرامل بخصالي اللي درتها أنا تقلوا تعودوها بتوفيا كرامل ديروا السكر ناعم أربع ملاعق على جهة وإلا حبيتوا تقسموا الكمية قسموا هنا تخلطوا مليح هاكا الخالط ديالكم وبعد ضيفوا عليهم زج حبات بيض كاملين درت اللولة زج خلط ثم بعد نزيد نكمل ثاني وتلموا بالفارينة لا يوجد لديك أنا توجه السكر نحب ننقص ونعوضه وإذا أرى صفاتي بالنيسلي أو بيض أو طفيا كرامل المهم نحب بحاجة كرامل نحب نعوضه بكش حاجة أخرى لا نحبش ندير غير السكر بسحيح إذا حبيتوا أنتم تديروا السكر مباشرة نديروا عادي هاكا وبعد تبدأوا تلموا بالفارينة ما تليقش تكون طريقة بزاف كما نديروا السابلي تكون شدة روحة نديروها في الليمول عجينة الليمول دايمين تكون شوية بسعر للصابلي باش نقدروا نخدموها براحتنا نغموها هاد الكمية ترفض لكم مرط الفارينة بعد جيبوا الليمول دايمون أنا اخترت هادومة هادومة صغيرة ورين تبدأوا تديروا في العجينة فيهم وبعدها تنحو الزائد هاداك الزائد قاعد تنحوه وتحبوا تبدلوا في الدارة عندكم انواع واشكال هادومة تعليم تحبوا تبدلوا كاين بزافة عندكم انواع واشكال هادومة تعليق تخطويلات صغيرة كاين بزافة انواع كاين بزافة انواع انا بالنسبة لي نحب الحبي يكملوها على بيها نحبها تجي صغيرة ماشي كبيرة بزافة وهاد اللي يمول بزافة شابين وكي طيبوهم طيبوهم بيان ضوغي اللي اختروا بعض الكاغامة والشوكولة حيطريوهم انا دايما نديرهم باش يجووا مقرمشين مع طريين مع ابنان مع بزافة حاجات خطر يلعب الدور بزافة طياب ذيالهم وهاكاك لا تباردوا بزافة ما يتكسروا لكمش تاني اضغطوا بزافة في الجوانب مصح باش يخرجوا لكم الشيما وباش ما يحبطوا لكمش انا شوفوا طيبتهم مباشرة للامانة بصح تحبوا تحطوهم شوية في كونجيلاتيق من الناس اللي تخافوا لها لازم تتقبوهم بالفرشيطة باش ما يتنفخوا لكمش هدي حاجة مهمة لازم تديروها اهنا زدرت في هاد الليمول لتخطويلات صغيرة ورين هذه الكمية خرجت لي ثمانية وثلاثين حبة حبة مع حبة مع انتها حبة برك قصدي حبة فوق حبة خرجت لي كلش ثمانية وثلاثين الله يبارك سوف يجوكم ما شاء الله هنا ننوحوا للقاناش القاناش وش خضيت عندكم مئة غرام شوكولة سوداء شوكولة ماشي في جيكا دوكن مدلكم القاعدة اللي تمشوا عليها شوكولات مئة غرام الزبدة تكون نقصة بالشوكولات بالعشرين غرام يعني ندير تمانين مئة غرام بالعشرين غرام الانتهاب странاني ندويها مع بعض الزبدة تكون نقصة بالشوكولات بـ 20 غرام ولا تكونوا عليها بلكم شوكولات تاخذوا اغلاء نجد الملك من الحال حاول ون يمكنكم أن تخلقوها اتصبح ندف شوكولاتك في الحال مماد عندما نذهب ندوبهم عليهم نذبهم في مرحلة كمانات نتخلطهم على مليح الخالط و تدخل هذه الزبدة في شوكولات علي تدخل كما لا تشوفوا هذه القناش تقدروا تخدموا به ذكا تقدروا تخدموا به ذكا نص ساعة تخدموا به عادي مش كما القناش الآخر و بعد ذكا حنزيدوا لها شوكولات تختيني شوكولات تختيني حنزيد 115 غرام شتون الكمية تختيني تكون زايدة عليها ب15 غرام سوف يكون 115 غرام خليكم الوصفة هاد المرة ان شاء الله مكتوبة هكا بش ما تلفلكمش شوكولات تختيني 115 غرام سوف يكون 100 غرام بتاع شوكولات ناقص عليها الزبدة 20 غرام و شوكولات تختيني زايدة عليها ب15 غرام هكا بش تفهموا تخلطوا الخالد ديالكم يولي لكم شوفوا يبرق بزاف شباب يجيكم شوفوا دقين خلط كلش مع بعض كل حاجة تدخل ونحطوه لا تحطوه بزاف الفخيش يدرغت النص ساعة تقدروا تخدموا به خلوها على براز اخطوه كراهو البرد يجيكم هايل من في الدوق بزاف بنين و عنده دوره مع نقاطو و يعطي دوق هايل هايل هكا نخلط هكا هكا فهمتكم ليحف القانا شوفوا كيفاش حيوالي يقعد غير شوية وتقدروا تخدموا به بزاف بنين و البنة ما نحكي لكم شا هايل هايل هاد لقانا اجتحانا سليماني بزاف بنين بزاف بنين دوقنا نروح لجهة واحدة اخرى نروح لتخونصية ديونها هدو تقني تيله هدوما نفس الصفحة لاشيت منها تقني تقني نخليل لكم مرة تقني الحانوت تقني المحل في صندوق الوصف إذا حبيتوا تشعروا من عندهم. شوفوا. هادو تعنيتلا. الحاجة اللي يشبه فيهم. هادو اللي يشبه فيهم. هادو اللي يشبه فيهم. هادو اللي يشبه فيهم. جايين تعليم بوغتاسيون. أصلا تبدو تشمو لحت النتولا وانتو ما تخدمو فيهم. فيهم دوق هايل. ويخرجو لكم شكل بزاف هايل. وبخزنطابل. وانتو ما قلو لي رايكم. ما على باليش. خلو لي رايكم في تعليقات. كفاجأكم هاد الموديل. أنا هديكو تحنيرو في سبوع. في سبع أيام بديتو المزيودة شوفوا. بدلت هنا يا راي. كرحنا هاد كل الموتيف. ببونتا. غرونيار. خلاص. بدلوا شوية. خلاص. بدلوا شوية. صحيح هادو ماتاني. يبينو بليراكي. ماشي ميمول ميوان. مو شغل صغار. بسحنا ممكن ديوم الواحد. اذا عمل طفلة هادوين زادت. ولا تاني بخزنطاب. بزاف شابين. المهم ديروا شوكولاتي لكم. دخلوهم الفريجيدا. كما دايما ننصحكم. اللي يتخلص في الفريجيدا. خمس دقائق ولا ينشفوا. هاد الكمية. شوفوا. في هاد التخنسفير في 35 حبة. اه في 35 واحدة. اه باكيت ع شوكولات وقيلها دالي. هنا يا دقي طابو. شوفوا. هنا قدرت شوكولات. تغطيني نوتيل. خطرانا. مشيت على حساب اللي التعم اللي راني نتبع فيه. هنا يا كرامل بغصالي. كرامل بغصالي عندها دوق رهيبي. لما عندكمش بدلوها. بالنيسلي ولا طوفية كرامل. زيدو الهلمل. حكي ما دايما نتقول لكم. هنا يا كنت ندير فيهم سيب. ومبعد اولي تنزيد لهم في الجوز. ديروهم غير كمية قليلة من شيء كبير. تعجوز. عنده. 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 بنا 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 هالله. تحبوا ديرو. لكم حبيتو ديرو. المهم يكونوا. مكسرين شوية ومحمصين. الجوز مايتحمص. شونا ما نحمصوش. اهم لك ديفيرانس تعليمو. شوفوا. الاخرين صغار. وهذا شيء اكبر. وانتم مش حبيتو. انتم مش حبيتو ديرو. المهم الفكرة تلحق لكم. وبعده انتم متغيير هدك يبقى لكم. هني نعمر فيهم. عمروهم ليح ما تكونوش متحاحين. خطروا بعدها قد ما تعمرهم ليح قد ما يجوكم بنان بزاف. هدلي مولتاني مشيتهم شغالين بزاف. شيتهم هدلمرة مشي. ما كانوش عندي. الاخرين اليوم عندي. هدو هدو كانوا عندي في الدار. ملو اخرين شيتهم جدد. والحبة في النال ممكن تبلي صغير. انا ما نحبش حاجة صغيرة صغيرة صغيرة. بسحن بعدها كيد غلاسة وقعوا لو جبنو هايقلين. عجبوني. هنا دوبت شوكولات. دوبوها في حمام مائي. ولا في الميكرون. تحت الدوب لكم. ونبعد بيانسيو. لازم نزيدو لها الزيت. مي ما تزيدو لها بزاف. مي ما تزيدو لها بزاف الزيت. وشوفوا هي فشتة. نغم الزيت نزيدوها. وفي الصيف ما نزيدو. الصيف خطر شوكولاتي جات بطا بشتنشفلنا. مي فشتة تزيدو بباكيادة 250 غرام. نزيدو لها ثلاث ملاعق عزيت عادي. وخلطهم مليح. باش ما تطلعناش في الوجه. تعال الحبات على الكاتو دياننا. وتبدو تقلاسيو فيهم. يجوكم بزاف هايدين. ماملوت شديالهم يجي. هاي. 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 ها نحب شوكولاتي كنقلاسيها. ويجيها في الحبه. ولو انت حب زاف شباب. ومبعد تسحبوا شوية الحبه ديانكم تعال قطو باش ما متفقوش ومتعيو وتنقيو فيها. قطروا هم ليحكا. وانتسيبو ما فيهم. شتحبو ديروهم بشوكولاتي لبيضا ديروهم. احنا يارى انا. اه في النتيلة. هنا كيكملت. شوفوا. راني جبت هذك القانج دياني. خليتونا على بره باش نقول لكم. ما درتو جميل با في الفخيجي داغ. خليتو على بره. لحطتو فخيجي داغ وصبتو هسا عما اجمد لكم بزاف. ديرو في الميكرون دولا شوية. خطر ذكره البرد. هنا ديرو ديروغوزاز بسح ديروهم شوية طال عندك. شوفو انا عليها درتهم هكا. انا درتهم هكا باش نقدر جاتني اختل الفكرة. كيفاش نحط هذوك. هذوك انا اعجبوني انا اعجبوني بزاف سلامكم اخفوا ان اخدمهم و اعجبوني بزاف و جو بزاف ابنان و حاجة بخيزونطابل سوف نكمل قعف هذا القاناش القاناش كفاني لحبات اللي يراهم عندي جس واس واقولي محسوب بتعمية غرام هذا اللي درتو هنا نديمولي فيهم بطريقة سهلة و شوفوا ما سيخدوكم الشي ماشباب ببارك تروحوا تشروهم فيلي فيو بلي ما يكونوا ممحيين موهم هكا حاجة و كاني حطيتهم هكا نشوفوا كي بديت نحط فيهم هنا يعجبوني بزاف ماما ما كشفتهم مكانش تي ماجيني بلح يخرجها كالقاطو خطر مكانش فهم الفكرة كيف هش كنت نحطهم خلاص دايما نولفنهم و نحطوهم هكذا و تشتعصى بلي و سيبا دايما نقوت لكم قد ما تقبوا مليحة داك القاناش باش هو يشد لكم مليحة يشدوا لكم مليحة لتخصفى ان شاء الله تكون عجبتكم مصفة اليوم و ان شاء الله هنكون خفيفة عليكم يعطيكم الصحة على الدعم على اللي فيكم ممتخ قاعدنا نشوفهم تاوعنا ولا من ليبيا ولا من تونس ولا من المروك قاعدنا نجاوبكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة على قاعد دعم ديالكم ليميساج لهم يلاحقوني لهم يعطيكم الصحة بزاف بزاف ان شاء الله كل يوم نكون عند حسن ظنكم راني نقدم لكم لمزيد من الوصفات و سطل هدك المندلي شهي بزاف تخلط الكرام مع شكولة واحد البنة كي تجربوهم بحثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام كيما العادة قاتوا بالله نفس الاسم او الفوق مكتوب راه و قدامكم ولا صحتي على الفيسبوك ليم عندهمش انستغرام تاني يعني نخليها لكم في صندوق الوصف نخلي لكم الرابط اي استفسار ولا حاجة بحثوا لي يعني موجودة دايما نجاوبكم على كامل استفساراتكم مع سلامة تهلوا في روحكم في امان الله باي باي اشتركوا في القناة